يبدو ان ربيع التفجيرات ونشاط الجماعات الارهابية مخيم في العاصمة المؤقتة عدن فالمدينة التي خلدت للنوم على وقع المخاوف تصحو على اصوات التفجيرات قبل ان تشرق الشمس هذه المرة كان المستهدف مبنى وزارة المالية الواقع في خور مكسر اما الوسيلة فكانت سيارة ملغومة استهدفت المبنى والنتيجة مقتل واصابة اربعة من الحراس بالاضافة الى تدمير كبير لحق بالمبنى والمباني المجاورة والمنفذ كالعادة تنظيم الدولة داعش الذي عادة ما يسارع الى تبني مثل هكذا عمليات اما الهدف بحسب مراقبين فهو محاولة لعرقلة عمل الوزارة التي تعكف على اعادة وترتيب الوضع المالي الخاص بمنتسبي السلكي العسكري والمدني الذين من المفترض ان يتسلموا رواتبهم مع نهاية الشهر الجاري بحسب وعود سابقة للحكومة وكيل وزارة المالية اكد ان الوثائق المهمة التي بحوزة الوزارة لم تتضرر علاوة على ان الوزارة لديها نسخ احتياطية تمكنها من استكمال مهامها واستئناف العمل اللافت في الموضوع هو غياب الجهاز الامن ورؤسائه بعد ان كان لهم تصريحات سابقة بالقبض على خلايا ارهابية خطرة الا انهم اختفوا مع ازدياد وطيرة التفجيرات الارهابية وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول استفادة تلك الجماعات من الانقسام الامني والسياسي الواقع في العاصمة المؤقتة ومدى قدرة الاجهزة الامنية في التصدي لهذا النشاط المحموم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة